السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين الكرام في كل مكان أصعد الله وإيامكم بكل الخير من قناة عيد ميكس نحييكم وبإذن الله في هذا الفيديو نتعرف مع بعض على موعد مباراة نهاية كأس مصر بين الأهل والزمالك والتشكيل المتوقع للفريقين والمعلق الرياضي والقنوات النكلة للمباراة ومشوار الفريقين في الكأس حتى وصولهما إلى النهاية فتابعونا ولا تنسوا دعمنا باللايك للفيديو والاشتراك بالقناة يترقب عشاك السحرة المستديرة في كل مكان لقاء القمة بين الأهل والزمالك في نهاية كأس مصر للموسم الماضي 2020-2021 ويذكر أن الأهل قد فز على بتروشيت بهدفين دون رد في نصف النهائي بينما فز الزمالك على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد وقد حقق الأهل من قبل لقب كأس مصر 37 مرة بينما حقق الزمالك 27 مرة وعن موعد المباراة تقام المباراة في يوم الخامس المجول الموافق 21 من شهر يوليو الجاري على السادة القاهرة الدولية في تمام الساعة السامينة مسائم بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والتساعة مسائم بتوقيت مصر والليبيا والسودان والعشرة بتوقيت السعودية وكتر والعراك وسوريا وفلسطين والحديقة عشر بتوقيت الإمارات وعمال وأما عن القنوات النقلة للمباراة فسوف تقوم قناة On Time Sport HD واحد بنقل المباراة على الهواء مباشرة بصوت المعلق الرياض يميد حد شلبي وبلال علام مع وجود استوديو تحليل يضم مجموعة من ألمع نجوم القرط المصرية وعن التشكيل المتوقع للفريقين بالنسبة للأهلي من المتوقع أن يختار المدير الفني لفريق الأهلي ريكاردو سواريش التشكيل على النحو التالي في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وعلي معلول وفي خط الوسط عمر السلية وحمد فتح ومجدي أفشا وأحمد عبد الأدن وفي خط الهجوم حسام حسن وصلاح محسن أما عن التشكيل المتوقع لنادي الزمالك مونى المتوقع أن يختار المدير الفني لفريق الزمالك ذيريرا التشكيل على النحو التالي في حراسة المرمى محمد عواد وفي خط الدفاع أسامة عبد المجيد ومحمود الوينش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتح أما في خط الوسط حمزة المسلوسي وإمام عشور وأحمد سيد زيزو أما في خط الهجوم أشرب بن شاركي وصيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبي وأما عن مشوار الفريقين في كأس مصر فبالنسبة للأهل في دور الاثنين وثلاثين فاز على النصر بهدفين مقابل هدف وفي دور الستاشر فاز على إنبي بهدف مقابل سفر وفي ربع النهائي فاز على بيرمص بهدفين مقابل هدف وفي نصف النهائي فاز على بيتروجيت بهدفين مقابل لا شيء أما عن مشوار الزمالك في كأس مصر ففي دور الاثنين وثلاثين فاز على حرص الحدود بسلاسة أهداف مقابل هدف وفي دور الستاجر فازع على الإسماعيلي بهدف دون رد وفي ربع النهائي فازع على مصر المقصة بهدفين مقابل سفر وفي نصف النهائي فازع على أسوان بهدفين مقابل هدف كل الأمان الطيبة للفريقين بتقديم مباراة جيدة طالق بسمعة الفريقين لإسعاد الجماهير المصرية